فصول عديدة من الخلافات والصفقات والتوافقات السياسية مرت بها موازنة عام 2018 قبل وبعد إقرارها من قبل مجلس وفي آذار الماضي تفاصيل أوفى حول موازنة هذا العام نتابعها في سياق التقرير الآتي مرت موازنة عام 2018 بمراحل عصيبة ونقاشة طويلة بين الكتل السياسية قبل إقرارها من قبل البرلمان في الثالث من آذار الماضي حيث طرحت مسودة الموازنة على طاولة مجلس النواب في الثالث من كانون الأول من هذا العام فيما استضاف المجلس رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة قانونها في الواحد والثلاثين من نفس الشهر وبلغت قيمة موازنة هذا العام 88 مليار دولار وبعجز قدر بأكثر من 10 مليارات دولار فيما بلغت قيمة الديون الداخلية والخارجية 14 مليار دولار صاحب إقرار الموازنة طيلة شهرين جملة من الخلافات السياسية على بعض بنود قانونها الذي قدمته رئاسة الوزراء إلى البرلمان ولعل أبرز تلك الخلافات اعتراض قليم كردستان على تقليص حصته من 17% إلى أكثر من 12% وحجب رواتب موظفي الإقليم إضافة إلى اعتراض تحالف القوى على عدم تخصيص مبالغ ضمن أبواب الموازنة لعمار المناطق المدمرة والنازحين وتعويض تلك المحافظات من الدرجات الوظيفية التي فقدتها خلال سيطرة داعش عليها وبالرغم من مقاطعة النواب الكرد لجلسة إقرار الموازنة فإن التوافق بين نواب التحالف الوطني وتحالف القوى حقق النصاب القانوني للجلسة ما أثار حفظة الإقليم بيد أن رئيس الجمهورية عاد قانون الموازنة مرة أخرى إلى البرلمان لوجود مخالفات قانونية ضمن بنود القانون الأمر الذي عده برلمانيون رد اعتبار كردي بعد تمرير الموازنة رغم الاعتراضات ويؤكد مختصون أنه بحسب القانون فإن اعتراضات رئاسة الجمهورية على الموازنة ستعتبر لاغية بعد 15 يوما من عادتها للبرلمان وإن كانت تلك الاعتراضات تشمل مخالفات قانونية جسيمة